طيب الشيخ بيقول في خلاف في مسألة في ناس بيقولوا الله في السماء وفي ناس بيقولوا الله في كل مكان فدنين يعرفوا الناس الصحيح شنو الخلاف ده عند الناس بس لكن في نصوص الشريعة وعند العلماء ما في خلاف في المسألة دي ما في خلاف الله في السماء هذه المسألة ما فيها خلاف لقول الأوزاعي قال كنا انتبهوا للمسألة ما في خلاف كنا والتابعون متوافرون نقول إن الله فوق عرشه ونؤمن بما وردت به السنة من صفاته فالمسألة ما في خلاف ده يحكي الإجماع الأوزاعي نقل عنه البيهقي في الأسواي والصفات وأيضا قال الإمام مالك رحمه الله تعالى والنقل عنه ده جاب الذهبي في كتاب العلو وده نقل عنه بإثناء صحيح بإثناء صحيح جاب أبو داود وابن تيمية ومجموعة من أهل العلم الإمام مالك قال الله في السماء وعلمه في كل مكان لا يخلو منه شيء وطبعا النقل ده عن الإمام مالك الناس اللي بيقولوا الله في كل مكان بيتهربوا من النقل ده بالذات لأنه هم بقولوا مالكية ما عندهم علاقة مع الإمام مالك والنقل ده عنه صحيح كالقمر ليلة البدر ونقل عبد الله بن أحمد بن حنبل في كتاب السنة بإثناء الصحيح قال الله في السماء طبعا في الناس بيحفظوا مقولة الإمام مالك الاستواء معلوم والكيف غير مجهول والإيمان به واجب والسؤال كده مقولة الإمام مالك كويس؟ لكن دي أصح منا ها؟ الله في السماء وعلمه في كل مكان لا يخلو منه شيء طيب ده قول الإمام مالك وقول لجميع التابعين والقول ده متفق عليه حتى وبكر الصديق لما النبي صلى الله عليه وسلم توفي قال من كان يعبد الله فإن الله حي في السماء لا يموت وده رواية صحيحة جاء البخاري في التاريخ كويس؟ ابقى يا أخوان عندنا قول العلماء ده لأنه من الناس الليلة بيجيب بيقول لك الليلة بيقول الله في السماء ده كافر ها؟ بيقول الله في السماء بيقول لك كافر طيب هل الإمام مالك كافر؟ هل الأوزاع كافر؟ هل التابعين كلهم كفار؟ ها؟ هل أوبكر الصديق كافر؟ إذا بقى أوبكر الصديق كافر المسلم منه ثاني ها؟ مو كده بس زينب زوجة النبي صلى الله عليه وسلم قالت كانت عائشة تساميني تسامين يعني شنو؟ يعني هي بتسمو وأنا بسمو يعني اللي اتنم مع بعض كويس؟ وعايشة وإن كانت عايشة أفضل يعني أي واحدة منهم بتفتخر بفضيلتها عايشة بتقول أنا التي أنزل الله براءتها من فوق سبع سماوات لاحظ إثبات للعلو أنا التي أنزل الله براءتها من فوق سبع سماوات وزينب بتقول شنو؟ بتقول أنا التي زوجكنا أهالي كنا عقدوا لكم أهالكم في المسجد عقدوا لكم أهالكم وزوجني الله من فوق سبع سماوات أها طيب يا أخواننا تبقى زينب كافرة وعايشة كافرة وبكر صديق كافر ولماما لكافر والتابعون كفار ما أقول له؟ إذا كانوا ذلك كفار يبقى المسلمون كويس؟ وقولهم ده كل بصريح القرآن زي ما قالوا ولدنا الجيلة بصريح القرآن ربنا قال آمنتم؟ من في السماء؟ أن يخصف بكم الأرض فإذا هي تمور وحديث النبي صلى الله عليه وسلم للجارية أين الله قالت؟ في السماء